اشتركوا في القناة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة اننا سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني جمهورية الشيشان الصديقة لحضور هذا التمرين المشترك والذي شارك فيه افراد من قوة الحرس الملكي الخاصة حيث يأتي ذلك دعما للجهود التي تعزز من علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين لسيما في المجال العسكري مشهيدا سموه بمخرجات هذا التمرين الذي يسهم في تطوير مستوى المشاركين ورفع جاهزيتهم في مختلف المواقع العسكرية هذا وقد استمع سموه إلى إجاز عن أهداف هذا التمرين كما اطلع على عمليات التمرين ووسائل القيادة والسيطرة التي اجتملت عليه بالإضافة إلى عمليات مكافحة الإرهاب والاقتحام وتخليص الرهائن والطرق المحافظة على الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر